بيانا نصادر عن منسق المقيم ومنسق شؤون الإنساني الأمم المتحدة في سوريا بالإنابة سوديبتو موكرجي حاول عجوم الصاروخي على مناطق سكانية في دمشق بهذه الفقرة أنا حابب أن نبهي القضية التدقيق اللغوي أنه بعد ما نترجم نحاول نعرضها على أشخاص آخرين من أجل أن يدققوا إليها هذا الشيء نتمنى نحن زملاء فيما بيننا مترجمين يعني أن نساعد بعض في هذه الأشياء ما الأشياء التي يجب أن ندقيقها هو هاي الأشياء اللي ممكن نحكيها في دور خاصة حول التفقيق اللغة العربية لكن أنا بدي أتعرض لبعضها اليوم أول شيء هي الأهم شيء بالنسبة لموضوع التفقيق اللغوي يمكن يكون اللي هو العدد اللي هو المفرد والتثنية والجمع فهنا عنا الهجوم الصاروخي بينما عنا المسايل أتاكس إذن الهجمات الصاروخية وليس الهجوم الصاروخي على مناطق سكانية في دمشق لا مشكلة فيها دماغ 22 شباط فبراير 2024 ما في مشكلة لكن هي ليست بين قوسين هي عبارة عن سلاش يعني خط مائل السبب ذلك أنه هذا هو المتعرف عليه لا أكثر من قل أقلقني كثيرا الهجمات الصاروخية التي وقعت أمس يجوز نول أقلقني ويجوز أقلقتني مذكور هون أقلقتني صحيح ما في أشكالية التي وقعت أمس على مبنى سكني في حيكة فرسوسة في دمشق صحيح لحد الآن على بعد أقل من 225 مترا من مكتب المفاوضية السامية للأمم المتحدة شؤون اللاجئين صح وأسفرت الهجمات عن مقتل لا هون في عنا إشكالية أنه عن فقرتين مدمجات مع بعض هذا لا يجوز يجب أن تكون كل فقرة على الحدة كما هو في النص الأصلي وأسفرت الهجمات عن مقتل الشخصين ما في مشكلة وإصابتي ثالثا وبالإضافة إلى وقوع أضراري ومادية هلأ أسفرت عن مقتل ما في مشكلة وألحقت أضرارا مادية ما في مشكلة ولكن بالإضافة إلى أضرار ما في مشكلة لأن بالإضافة أسفرت إضافة لا تزبط أسفرت أضرار بدل بإضافة إليها نقول ألحقت أضرارا مادية جسيمة المكتوب جسيمة سفير نعم في المنطقة السكنية الصحيح نعم لكن في المنطقة هلأ أقول أن غالبيتها من السكان المدنيين وغالبتها أنا ما بعرف كيف مخاطر عبالي إذا في حدا بإدريس ساعدنا فيها كيف نقول أن هذه المنطقة معظمها هي منطقة سكنية هذه المنطقة التي معظمها منطقة سكنية بس مش عارف كيف أضبطها وكذلك تضررت تضررت مدرسة مجاورة أضرارا جسيمة وكذلك يعني مدرسة مجاورة أضرارا جسيمة مش عارف إذا تضررت أضرارا بصير ولا لا احتمال يعني جعلتها خارج الخدمة وليس العمل أخرجتها من الخدمة بالعربي بيقولوا أخرجتها من الخدمة أخرجتها من الخدمة وأفادت التقارير أن تشكيل حركة الطلاب والمعلمين خطأ مطبعية يجب أن تغلب عليه مصابهم الخوف الشديد يعني مثل ما حكينا ودسترس يعني من قبل أن نقول اضطراب شديد وأفادت الترقيل لتعرض طلاب المعلمين إلى الاضطراب الشديد وتعرضت وكذلك تماشق ولم يمضي بضعة أسابيع على دخول عام 2040 على دخول عام 2040 وقد تعرضت دمشق لخمسة أسابيع خمسة مرات للغارات الجوية والهجمات الصاروخية وقد أوقعت بدون أن تسببت فيه أوقعت أوقعت القتلى والجرحى وألحقت إضطرارا جسيمة أيضا هناك فراغ بين الكنتين بالبنية الأسابية ففي كانون الثاني يناير وليس بين القوسين استهدف حي المزر الغربي الألف ننتبه لها الهمزر القطع بالوصل حي المزر الغربي السكاني اللي هي هون حي المزة الغربي السكاني 23 أيضا ي krauss لديه وليس كله سكاني إنما هو جزء الأغالب منه السكني السكني بمعظمه نعم السكني بمعظمه حي المزر الغربية وهو حي سكني وهو حي معظمه سكني أيضا نحتاج للأحادي يساعدونها كيف يمكن أن نعملها لأنه لا نستطيع حذفها هنا السكانين بمعظمهم على مقرنة من عدة مكاتب للأمم المتحدة وليس العديد وتؤدي هذه الهجمات وتؤدي هذه الهجمات الآن هون وقفوا عشوي هون هاي فقرة جديدة هنا الآن ندينا إشكالية من الفقرات يعني لجب أن تكون فقرة جديدة وتؤدي هذه الهجمات وهنا عبارة عن خلاصة الآن أو عبارة عن opinion أو عبارة عن بيان هو البيان هون القضية الأساسية هون هنا الآن نستخدم حرف التوكيد ونصف إن إن هذه الأجمات لتزيد من تعقيد الوضع في سوريا لاحظوا أننا في المرات السابقة ذكرنا موضوع أننا لا نريد استخدام إن وأن لأن حرف توكيد نصب ولا نريده إلا في حالة التوكيد ولذلك من المهم جدا أن نتابع هذه الدروس كلها حتى نشوف التسلسل تظهر لنا قاعدة وبعد ذلك نصر إلى هذه القاعدة مباشرة في المرات القادمة كلها ذكرنا بأنه لا نريد استخدام إن لكن هنا اختلف الوضع لماذا؟ لأن هذه فقرة منفصلة فهذا خطأ كبير جدا المفروض كان يكون فقرة منفصلة ثاني شيء والأهم من ذلك هي لست أنها فقرة منفصلة إنما هي لأنه الآن يريد أن يتنتقل إلى الفكرة الأساسية في البيان وهو أنه يعطي حكما هذه الهجمات غلط هذا لا يجوز عرفتكي فهون إن إن هذه الهجمات إن هذه الهجمات لتزيد الوضع تعقيدا في سوريا وتعرقل الأعمال الإنسانية لتزيد في تعقيد الوضع في سوريا وعرقلت الأعمال الإنسانية لحد الآن ما في أي مشكلة بس هي قضية أعمال لا مش أعمال هي نشاطات لاحظي أنه هذا بيان رسمي لا يجوز الحياد عنه نشاطات غير أعمال كلمة مختلفة لا يتجوز أنه نخترع كلمة معنا لا يجوز النظيفة لا يجوز النقاس ونغير المعنى وتعطيه الوسود للمساعدات الإنسانية وليس الغمسانية لأنه هذا خطأ مطبعي لا يجوز فلذلك يجب علينا بأنه نحنا أنه نساعد أنفسنا في موضوع التحرير اللغوي لما مترجم يترجم الآخر يساعده وهذا الشيء متبع حاليا في عمل الحقيقي يعني أنا لا ألوم المترجم على أنه في عنده أخطاء لا ألوم أحد لكن أتحدث أنه وضع الحقيقي في العمل في الترجمة السياسية دائما هناك واحد يصلح دائما واحد يراجع ما في مجال واحد يقدم ترجم ويدون مراجع وكذلك تستمر معاناة المدنيين في سوريا بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية هنا لاحظ بالإنجليزي civilians وما زال المدنيون في سوريا يعانون إلى آخره لا مشكلة أنه هون ما تغير المعنى نهائيا نفس المعنى بسيط جدا يمكن بس تغيير الـ structure ما فيه إشكالية فهناك مجال لبعض نتحمل يعني موضوع التغيير ولو تغيير بسيط لكن لو قلنا يعني وما زال المدنيين في سوريا يعانون من ما فيه إشكالية أيضا فيها بالسبب الأضرار همزة القطع التي لحقت بالبنية الأساسية المدنية الآن ما يزيد من تدهور حالتهم مش حالتهم رفاههم الرفاه هي أمكانية الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية اللي من بينها الصحة والتعليم والإصحاح والماء اللي هي الخدمات الاجتماعية الأساسية يسمى رفاه غير رفاهية رفاهية هذاك شراء البضاع التي لا تحتاج إليها مثل يعني محلات الأدوات المنزلية التي تشتري فيها كل ما لا تحتاج إليها رفاه رفاهية هذيك أم الرفاه خدمات الاجتماعية أساسية وقدرتهم على الوسوط لا جد نقطة إلى الخدمات وكرر الآن مفروض تكون هاي يريد لو نحط فقرة جديدة ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي ويجب الحرص المستمر ويجب بذل العناية احترام القانون الدولي احتراما صارما هذه يجب ذكرها ويجب الحرص أيضا وكارد ضرورة الاحتمال هنا لدينا نقص بالمعلومات هناك المشن اللي هي لأن احترام القانون الإسلام احتراما صارما لأنه يحضر بصراحة توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية العيان المدنية هيتعلمناه من رانا شكرا لها على هذه الكلمة لأنك حيارتني صراحة ما عرف تحكيها كما يجب الحرص المستمر بذل الحرص المستمر فراغ بين المستمر وفي حال أي عملية عسكرية ويجب تجنب المدنيين لتجنب قاع الأذى بالمدنيين والبنية الأساسية المدنية ترجمة نانسي قنقر